نرجع ليه أم محمد بتقول ابنها مدوخها وقالت هي في الكنترول الإعداد إنه ابنها 32 سنة وبتقول إنه هم بيشرب حشيش وعنده 3 بنات والزوجة طبعا يبدو من كلامها إنه في بعض الانحرافات ومّا بيحاولوا ياخدوا بأيديها ومش عارفة تعمل إيه طبعا يا أم محمد في مثل هذه الأمور إحنا يعني معلش من غير محرك تزعلي بس عشان دي حاجة مما عمد به برضو البلوة فيه ناس كتير بتعاني من الأمر سواء حشيش أو سواء مخدرات أو أي من هذه الأمور التي تغيب العقل تلك النعمة العظيمة لربنا اداها للإنسان وميزوا بيها عن كتير من خلقه ولكن كتير من الناس للأسف لجهل أو لبعد عن العلم بقت خلاص بتغيب ذلك العقل لا تنتفع بذلك العقل طب إحنا علينا كأسر أولا إننا لما بيكون عندي مدمن أيا كان درجات الإدمان لازم يتاخد يتعالج إحنا بتاخدنا الشفقة والرحمة في غير مكانها وفي غير وقتها ده لازم يتعالج سواء كان بقى بهذا الحشيش نفسه بيحتاج بعده بعض الأطباء النفسيين بيوصوا بنوع من العلاج النفسي لأنه ده التصرف السلوكي المنحرف ده بيحتاج رعاية نفسية وسلوكية معاه من الناس اللي معاه بطريقة معينة سواء كان حشيش أو كان غير حشيش ناس هتقول له أصلي الحشيش مش إدمان الإنسان لما بيعتاد السوق بيبقى أدمانه زي فعل السوق بالذبط ما والإدمان ده درجات زي اللي بياخدوا كيميا ومعرفش بيعملوا إيه كل دي درجات من إفساد عقل والجهاز العصبي للإنسان وبالتالي مردود لمردود كبير على الجانب النفسي لازم يأفيه رعاية من الأهلم صح صحة ولازم ناخد بأيديه ولازم نحاول معاه أما أنا لما أجي المريض أعود أديله في نصيحه ومش سامعني هو لازم أعالجه الأول وبعد كده أبتدي أن أنا أتكلم معاه بصورة نفسية الطبيب النفسي أو المعالج النفسي يعني على ذلك أي إنسان بياخد أي نوع من الأمور اللي بتأثر أو الأشياء المخدرات اللي بتأثر على العقل بتضرب على طول الجهاز العصبي وبالتالي بتأثر بطريقة مباشرة جدا ووضحة جدا على الناحية النفسية وأي إنسان بيسلك هذا الطريق إلا بيتم العلاج إنه بعود الجسم إنه ما يبقاش فيه هذه المخدرات وفي نفس وقت فيه رعاية نفسية بيتكلموا معاه بس بيتكلموا معاه في الوقت اللي ينفع أتكلم معاه مش هو لسه مش داري بالدنيا وبنبه الشباب اللي بيقولوا أصلا ما جاش في الحشيش نص اللي بيقولوا إنه ما جاش في الكيميا نص لا جه نص نرجع للمناهي عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في المناهي المناهي يعني لما نسمع رواية بتقول نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومخدر ومفتر وفي رواية ومخدر تاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومخدر ومفتر زي ما بقول لحضراتكم الرواية جاءت في المناهي وجاءت بروايتين فيها لفظ في رواية زاد عن الرواية الأخرى عشان تتكمل الصورة يبقى أي نوع بيعمل تخدير أو بيعمل نوع من التفتير زي السجاير بتعمل تفتير على المدى البعيد إن الإنسان أي شيء بيأثر على الجهاز العصبي وبيخلي الإنسان مش في كامل التركيز جاء وورد النهي عنه نهينا إن إحنا نهينا عن أي شيء يفسد عقل الإنسان ويجعله مش بكامل التركيز اللي المفترض يكون عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر